بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم الرامي من قناة رامي عزة معدنا إن شاء الله مع درس جديد من كورس الدروب شبينج من علي إكس بريس إلى متجر وكميرس في الدرس الماضي الحمد لله كان آخر درس في إعدادات السيم وشرحنا عمل الفوتر والصب فوتر وبنارات الدفع للمتجر بتاعنا لو رحنا لصفحة المتجر بتاعنا ونزلنا تحت خالص وده كان محتوى الدرس اللي فات عملنا الفوتر بهذه الأدوات وهذه الأعمدة وهذه اللوجو بتاعة الدفع وكتبنا كمان الشعار بتاع المتجر بتاعنا تحت وبالتالي أنهينا اللوجو والصب لوجو بتاع الموقع وكده بقى المتجر بتاعنا شكله أكثر من رائع في هذا الدرس إن شاء الله هي آخر خطوة قبل انطلاق المتجر بشكل رسمي يعني أنا بسمي هذا الفيديو هو انطلاق متجرك بشكل رسمي آخر خطوة فيه اللي أنا كنت سايبها للآخر هي هذه الصفحة أو عفوا هذه القائمة وأنا كنت قاصد أسابها للآخر بحيث أن انت تكون زبطت المتجر بتاعك وعملت الأقسام وعملت المنتجات وجهزت كل حاجة في المتجر بتاعك هنا ده المثال اللي إحنا بنشتغل عليه شايفينا الراجل هنا عامل الصفحة بتاعته عامل أقسام بتاعته وعامل بعض القوائم المنسدلة يعني إيه قوائم منسدلة يعني لما تيجي تقف على قائمة زي دي تلاقي فتح لك تحتها قوائم هشرح لك الكلام ده وهشرح لك طبعا بتعمله إزاي أول حاجة قبل ما نعمل هذه القائمة في صفحة مهمة يهمني جدا أن أنت تعملها في المتجر بتاعك وهي صفحة أباوت أس بيج إن أنت يبقى عندك صفحة اسمها أباوت أس الصفحة دي مهمة لحاجتين أول حاجة مهمة للزائر إن هو لما يشوفها في المتجر بتاعك بيبدأ يسق فيك بشكل أكتر الحاجة الثانية إن هي مهمة لجوجل إن عناكب جوجل وهي بتفهرس موقعك وتأرشفه في البحث يهمها جدا أنها تلاقي في الموقع صفحة أباوت أس بيج ولازم تكون صفحة غير منسوخة ما ينفعش تاخد المحتوى اللي فيها كوبي بيست أصلا ما عادش حاجة دلوقتي ينفع تتاخد كوبي بيست لازم تغير فيها هنروح على كلمة بعد كده هروح إلى اللي هي إضافة صفحة جديدة عنوان الصفحة هكتب أباوت أس آآ بعد كده في خلال الصفحة هنا انت يفضل إن انت تكتب بعض المعلومات عن متجرك أقوى المعلومات تجيبها منين تجيبها عن طريق بمندها البساطة عن طريق التجسس يعني إيه يعني لو المتجر بتاعك انت خاص بتدجنيش أنا مقدرش أديك عبارات سابتة تكتبها لأن النينش بتاعتي أكيد مختلفة عن النينش بتاعتك وبالتالي انت لو المتجر بتاعك خاص مثلا بيئة دوكز عادي جدا نروح على جوجل واكتب دوكز ستورز متاجر للكلام تمام اكتب دوكز ستورز هيجيب لك صفحة هيجيب لك صفحات للمتاجر افتحها وهات أباوت قص بيتج عنده سواء بقى وكان شغال هو كان شغال بأي طريقة المهم شوف صفحة اللي عنده إيه هي وحاول تعمل محتوى قريب منها يعني في بعض الناس بتبقى كتب هنا قصص وروايات أصلا هيغير حقيقية يقول لك أنا من وانا عندي ثمنتاشر سنة فتحت كان عندي مزرع حلم ان انا يبقى عندي مزرعة كلاب ووصلت لمزرعة كلاب وبقى عندي فيها مش عارف كم ألف كلب ومعرفي وقعد يكتب القصص بتاعته وان انا فتحت مول كبير وخاص ببيع متاجر الكلاب والمتجر الانلاين ده له فالكلام ده بيدي ثقة ان الشخص ده آه ده فهم في المنتجات ده انا لو سألته هيرد علي يعني فيه ناس بتشتغل بهذه الطريقة فانت بمنتهى البساطة اشتغل عن طريق انا هنا بفضل من اباوت اصبتش تعمل يعني اضافة صورة وتختار صورة من المتجر بتاعك طبعا يكون لها علاقة بينيش بتاعتك يعني تبيض الاسناني بقى اختار صورة يكون لها علاقة خاصة بالتيث وايتنينج الصورة يكون انت جابها باي طريقة انت بتفضلها انا مسلا هختار صورة زي دي تنزل تحت هنا ويتيجي من الالجنم انت تخليها لفت ان الصورة تظهر على اليسار بحيث الكلام اللي انت كاتبه هو اللي هيزهر على اليمين وتعمل insert to page كده تم وضع الصورة داخل الصفحة بتاعتك تمام وبتكتب المحتوى اللي انت حابب ان انت تكتبه بعد كده بتعمل بابلش واهم حاجة فيه المحتوى اللي انت هتكتبه في هذه الصفحة ان انت تكون كاتب ان المتجر بتاعك بيعرض يعني شحن مجالي للعالم كله تبقى كاتب ان انت هتعمل في شحن للسلعة في خلال في خلال يومين عمل او تلات ايام عمل ده طبعا هو اه الافضل وتدقى كاتب طبعا ان انت هتدي له خاص بالسلعة بتاعته مع اه تلت او اربع جمل مش لازم تطول قوي يعني تلت او اربع جمل عن المنتج بتاعك بحيث ان ابوت قصبرجي كلها تبقى عبارة عن سبع تمن اسطر عادي جدا اه بعد كده تعمل وبالتالي بيتم نشر الصفحة تمام لما تيجي تفتح اه لينك الصفحة اللي هي ابوت اس بيج تلاقي فيها صورة اللي انت حطتها وهينا طبعا الكلام اللي انت اه كتبت وقلت ان انا مش هديك نموذج ثابت للكلام لانه بيختلف من نيتشي لاخرى ولان جوجل اصلا بيمنع حتة اه لو انت عملت كوبي او بيست في صفحة ابوت اس مش هتتقرشف كويس في محركات البحث طيب عملنا صفحة ابوت اس ازاي بقى نروح نعمل مينيو زي دي لان لو روحت للمتجر بتاعي هتلاقي هنا المينيو شكلها مش كويس حتى ومش مرتب يعني كلمة هوم دي انا عاوز احطها في الاول كلمة شوب عاوز اغير اسمها اخليها مثلا ماي بروضكتس كاتيجوري يعني اخليها خاصة بالصفحة او يعني خاصة اكتر تبان اكتر كشكل متجر هروح لي اه لوحة تحكم الورد بريس اللي عندي بعد كده هروح على كلمة ابيرانس ومن ابيرانس هروح على مينيوز اللي هي القوائم اه بعد كده هعمل كريت ان او مينيو ان انا عاوز اعمل قائمة جديدة سميها اي اسم لان اسمها مش هيظهر برا انا هسميها مثلا مين مينيو يعني هسميني دي القائمة الرئيسية وابدأ اعمل كريت مينيو انا عشان اظهرها هنا يعني عشان المينيو دي تظهر هنا لازم اسميها المين مينيو اللي هي القائمة الاساسية مش 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 عفوا الطوب مينيو ان انا اجي من هنا يعني احدد على طوب مينيو انا هحدد على طوب مينيو واحدد على برايمري مينيو ده شيء مهم جدا طوب مينيو تحديدا وتبدأ انت تختار انت عاوز تحطه ايه في القائمة هل عاوز تحط صفحات هل عاوز تحط بوستات عاوز تحط منتجات عاوز تحط كاستام لينك عاوز تحط اقسام المنتجات اللي انت حابب تحطه في القائمة تبدأ ان انت تضعب عادي جدا. تمام? انا مسلا هختار صفحة اه اه ابوت اصلا هم حاجة مهمة ان انت تحطها زي ما قلنا عشان عناكب جوجل. هختار اه 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 اختار اشيك اوت كارت. هختار برضو اه شوم. بعد كده هبدأ اعمل اد تو مينيو ان انا اضفهم الى اه القائمة اللي عندي. هيتضافوا قدامي زي ما حضراتكم شايفين. لازم ابدأ ارتب فيهم. يعني صفحة هوم دي تخليها اول حاجة خالص. عشان ترجعت لصفحة الرئيسية. تخليها اخر حاجة. تخليها التانية. انا عاوز اغير كلمة هخليها مثلا ماي او هسميها بس المنتجات. تمام? المنتجات اللي موجودة في اه المتجر. تمام كده اسمها اتغير الى يعني منتجات. هاجي من هنا بقى المنتجات اللي موجودة عندي او من الكاتيجوري بتاعت البوردكت. ممكن دول كلهم انا يعني كل الكاتيجوري دي اضفها. اعمل اد تو مينيو. لكن الاقسام اللي عندي دي ما ينفعش ان الصفحة يعني شوف الصفحة اللي هنا دي المنظر ده او المحتوى اللي هو هنا عدد القوائم دي اخرها هتشيل سبعة او تمانية. ما اقدرش ان انا احط فيها طبعا العدد ده كله. فهبدأ احط الاقسام تحت كلمة بوردكت. هسحب كلمة هربل. واجي تحت كلمة بوردكت. مش هحطها كده انها تبقى من الاول. لا انا هحركها كده. انها تظهر كقائمة منسدلة منها. يكتب لك جنبها سب ايتم. هروح برضو على بتحركها عاني جدا. بيبدأ نتضغط عليها بالماوس وتسحبها. فالموضوع يعني سهل. يبقى احنا كده عملنا هتظهر كقائمة منسدلة. اللي يجي يقف عليها في المتجر بتاعنا يلاقي الحاجات دي كلها تلعب تحتها وعملت 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 فيه طريقة تانية تعمل بها المين مينيو. ممكن تخلي كل واحدة من دول الاقسام بتاعتك وتخليها كقائمة. فالمتجر بتاعك هنا يظهر ان انت لو انت مسلا قسم ملابس يظهر هنا بقى بدل ما يظهر هنا المنتجات وتحتها تلاقي يظهر بقى الفساتين البدل وا 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 والاقسام اللي عندك لا تظهر هنا كلمة فساتين هنا جزم هنا مش عارف آآ يعني تبدأ كل يعني تبدأ تحطه في صفحة لكن في الحالة دي هتبدأ طبعا ان انت تستغنى عن بعض الصفحات الاخرى اللي هنا عشان البانرز اللي عندك يكفي يعني. او عشان عفوا الكاتيجوريز اللي عندك تكفي. انا هنا خلاص هكتفي بهزا الجزء. هبدأ اعمل كحفظ لهذه القائمة. هبدأ بعد كده اروح للمتجر بتاعي. هبدأ اعمل شايفين شكلها عامل ازاي هنا. هبدأ اعمل شوفه بعد ما اعمل بقى رفريش. هبدأ اعمل رفريش للصفحة. طبعا مظهرها بقى مظهر محترم جدا. تيجي تقف على منتجات يوريكي. حاجات خاصة حاجات خاصة لو هو جي فتح هنا او فتح تشوفوا اول ما يقف على كلمة فتح له منتجات الهربل تمام? على فتحت منتجات وهكذا طبعا. الامور جاية متزبطة بشكل رائع جدا. طيب في واحد بقى يقول مسلا لا انا عاوز لما يجي على ويفتح لي الاقسام كده. عاوزه كمان لما يقف على تروح ظهراله المنتجات اللي في من غير ما يضغط. عاوزها تظهر له. ازاي? هتروح ليه لوح التحكم زي ما كنا? هتيجي بهنا تشوف المنتجات اللي عندك. انا مسلا هروح جايب اربع منتجات زي دول وهعمل لهم ان هما برضو ينضافوا للقائمة عندي. هافترض ان الاربع منتجات دول يعني انا عاوزهم يظهروا تحت قائمة هربل. هاخد المنتج نفسه واروح تحت كلمة هربل احطوك. ما احطوش تحت هربل نفسها. ولا احطوه في الاول يظهر لي قائمة جديدة. لا انا ابعده كده. بيعيز يظهر لي ان هو سب ايتم للهربل. يعني يجي محطوط تحت الهربل. هجيب برضو المنتج التاني. احطو. لا احطو بقى تحت ده بالزبط كده. ما احطوش تحتيه لان انا مش عاوزه كده. يبقى ده برضو هيظهر نوع تحت ده. لا. انا عاوزه ده يظهر معا. ان يبقى الاتنين دول منتج ده والمنتج ده يظهروا تحت هربل. بقى هنا عندي اه منتجين. هجيب المنتج ده برضو اضعه هنا. واخيرا هذا المنتج هضعه هنا. يبقى لي كده اتأكد ان الاربع منتجات الحرف بتاعهم كده ثابت ان هما مندرجين تحت هربل. وهاجي هنا هبدأ اعمل سيف مينيو. اه بعد كده هروح للصفحة الرئيسية بتاعة المتجر بتاعي. وابدأ اعمل ريفريش. يعني انت كنت هنا لما تقف على وطرعه على هربل. ما فيش حاجة بتحصل. شوف بقى دلوقتي بعد لما اعمل ريفريش. تيجي تقف على تلاقي كلمة هربل نفسها بقى فيه سهمة هون. يعني فيه سهم جنب هربل. تقف على هربل ترى المنتجات بتاعته زهرت هنا. تقف على توس ستريبس مش يزهر لك حاجة لان انت مش حاطط حاجة تحت توس ستريبس. هربل يزهر لك المنتجات بتاعت الهربل هنا. عاوز حاجات تحت توس ستريبس بنفس الطريقة. هتروح هنا هتختار بعض اللي هي تنترج تحت كاتيجوري توس ستريبس. وتبدأ تاخدها للمتجر بتاعك وتبدأ تحطها في قائمة منسادلة تحت توس ستريبس وهكذا. بحيش تيجي هنا لما تقف على كل كاتيجوري كمان من دول انت تقف عليه. هيبدأ ان هو يزهر لك المنتجات اللي فيه. هنا لان انا طبقتها على هربل بس فظهر لك المنتجات بتاعت هربل. انت عندك تطبقها على كله. بعد ما تنهي هذه الخطوة. كده يعني انا خلاص بقى يبقى ضميري مستريح. مش هقول ان هو انتهى. لا احنا بقى ان شاء الله اتنين فيديو. فيديو هشرح فيه طرق وازاي تعمل حاملة اعلانية عن طريق الفيسبوك. للي حابب ان هو يعمل حاملة اعلانية وطرق التسويق المختلفة اللي موجودة بما فيها الترافك المجاني برضو هقول فكرة عنهم ان شاء الله كل ده هيكون فيه فيديو واحد باذن الله. وفيديو اخر هيكون شكل عملي ان انت لما تدخل على المتجر بتاعك تلاقي حد اشترى منك سلعة بالفعل. تعمل ايه? وازاي تروح لعلي اكسبريس وتشتري له السلعة بتاعته وتشحد له السلعة بتاعته. في دهاية هذا الفيديو. اتمنى من حضراتكم قبل ما تقفلوا هذا الفيديو تعملوا للقناة بتاعتنا. قناة رامي عزة للشروحات وكل ما هو حصري ان شاء الله هتلاقوه هتلاقوه موجود عندنا في القناة. اشكركم شكرا جزيلا. كان معكم اخوكم رامي من قناة رامي عزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.